هذا السؤال أرجو من الإخوة المؤمنين الالتفاة إلى مسألة البوشية مسألة البوشية هذا القناع على الحال والبوشية التي تضعها المرأة على وجهها هذا هل واجب على المرأة أن تضعه أو لا؟ هل يجب على المرأة أن تستر وجهها من الرجل الأجنبي أو لا؟ على أي حال سماحة السيد الخوئي رحمه الله تعالى عند احتياط في ماذا؟ في سطر الوجه والكفين عن الناظر الأجنبي سيد الخوئي سيد سيستاني الله يحفظها يقول ما يجوز المرأة أن تطلع من البيت وطلع قرص وجهها وكفينها بارزتان ما في مشكلة بثلاث شروط الشرط الأول إذا كانت ما تخاف من الوقوع في الحرام أكو واحدة تقول أنا سيدنا إذا إذا ما ألبس بوشية راحوا يعاكسوني وراحوا يداهروني وراحوا يتحارشون بي وأنا أطيح بالحرام أنا أطيح بالحرام أشوفه ويشوفه نوم أدري إيش أطيح بالحرام نقول لها أنت لابس بوشية ليش لأنه إذا انكشف وجهك قد ماذا قد تقعين ماذا في الحرام هذا واحد فشن صار المرأة يجوزلها أن تكشف وجهها إذا ما تخاف أن تقع في الحرام هذا واحد اثنين إذا ما يكون كشف الوجه بداعي إيقاع الناس في ماذا في الحرام بعض النسوان يتمكي يجي يترتب أنه كذا وطالعات ها هين والله أطلع حتى أتمشى بالشارع بالسوق وتقصدوا بكشف الوجه حتى الشباب يقعون في ماذا إغراء الناس إغراء الشباب إغراء الشباب إلى الحرام هذا ما يجوز أصلا كشف الوجه الأمر الثالث إذا كان كشف الوجه ما يوجب وقوع الناس في الفتنة فتنة بشكل عام يعني يكون مجتمع وجود النساء اللي منكشفها وجوهن يقعان أو توجب الفتنة ووقوع الناس في الارتيار هنا أيضا البوشية رح تكون واجبة إذن قضية ليست قضية ماذا مطلقة أن سماح سيد يقول لا يجب على المرأة أن ماذا أن تلبس بوشية لا لا يجب على المرأة أن تلبس بوشية ولكن بشروط ثلاثة ترجمة نانسي قنقر